السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أخبار جديدة تخصص صحفي صالح عطية اللي عملت تصريحات لقناة الجزيرة والنيابة العسكرية يعني أقرت جملة من الإجرائت وتم الاحتفاظ به بشكل رسمي فم عدة تطورات واليوم فم ردود فعل من قيادات في اتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من قيادات في حركة النهضة على صحفي صالح عطية والتصريحات اللي أدل بهم في البداية خليني نذكر أنه صالح عطية هو صحفي تونسي يخدم في جريدات الصباح وكان أحذر يعني أخدم قدش من مرة في قناة تونسية معناه كيمة مثلا في قناة نسمة قبل اللي صاره أنه نهار جمع لي فات كان نضيف في قناة الجزيرة معناها عبر الأقمار الاستناعية وحكي على أنه وكأنه هذي تفكروا بالفترة اللي في نهاية حكم بنعلي يعني يحب يقول اللي قيسة سعيد وقال أنه في نهاية الحكم امتاعه والجيش بدأ يرفض في المطالب امتاعه واللي قاله أنه قيسة سعيد على حد تعبيره هو قيسة سعيد طلب من الجيش التونسي من القيادة العسكرية أنهم يمشيوا إلى مقر اتحاد الشغل مقر المركزي ويسكروا المقر ويعتقلوا جميع أو عدد من القيادات على رأسهم الأمين العام للاتحاد نوردين الطبوبي ويحطوهم في الإقامة الجبرية العسكرية هذه طبعا على خلفية الأحداث اللي صارة للإخرانية سواء عدم المشاركة في الحوار أو الإضراب بتاع نهار 16 تخيلوا أنتوما تخيلوا فقط للخيالة تخيلوا أنه هذا يصير شنو بشي يصير في البلاد شنو اللي نجم يصير في البلاد إذا كان الحكاية هذي تصير حاجة أخرى تصوروا أنتوما للجيش الوطني اللي هو مؤسسة عسكرية تحظى بثيقة التونسا تتصوروا أنتوما بشي يعمل حاجة كما هكا مثلا به أحنا مليش في يعمل ولا ما يعملش من أساسه أحنا نحكيه على أنه هالتصريحات هذه هو قال اللي عنده المصادر وبالعكس قال الجيش قبل رفض يعني أوامر قائس السعيد اللي هو القائد الأهل للقوية المسلحة حب يعتقل يعني حبوا يعتقل نشطة السياسيين يعني مجموعة من السياسيين كما البحيلي مثلا والجيش رفض تصريحات خطيرة يعني على الأخر يدى بهم لقناة الجزيرة اللي صار النيابة العسكرية اتحركت في هذا الخصوص وقامت بالإجراءات اللازمة فتحت تحقيق في الغرض تم الاستماع البارح لأصحف إصالة عطية وخليني فقط قبل منعتيكم الإجراءات نقول لكم أنه طبوا بي البارح كان عنده يعني خطاب شعبي نقابي وقال أنه حذيري أنكم تلعبوا بالأمن القومي التونسي وألعبوا غيرها والاتحاد راهو رفض المشاركة في حوار على خاطر تيلو 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 عنده الأسباب متاعهم حوار شكلي حوار سوري مش صحيح متاع انه الاتحاد مغشش كفيش مترأس اللجنة وفسر برشا حاجة والرفض والقبول هو عنده مجهة النظر متاحهم ومعناها وهذاك قرارهم أنه ما يجي تحكي اليوم على أحداث تنجم تصير بلبلة معناها في البلاد فإما أنه يكون عندك مصدر قوي مش تدافع على نفسك واليوم في الاستماع لي يعني تمسك بحماية المصدر متاعه وما حابش يعطي المصدر متاعه وهذاك عليش تم تكليف أو تشكيل لجنة للدفاع عن صحف صالح عطية هذا ما أعلن المحامي ونائب السابق في البرلمان المنحل سمير ديلو قال تم تشكيل هيئة للدفاع عن صحف صالح عطية ديلو يقول بأنه بعد اعتقال عطية على خلفية تصريحاته الأعلامية وتنفيذا لتعليمات القضاء العسكري فإن محامين ومحاميات تطوعوا للدفاع على صالح عطية شكون هم هذو ما نلقاو يقول لك هو مسيحة بشي جندو للدفاع على حقه في أنه يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي المدني مش القضاء العسكري يطالبوا زيدا بتطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة يعتبروا إحالته على القاضي العسكري اللي سبق له إصدار بطاقة إيديا غير مبرى في حق محامين وعاميد المحامين من درجة في سيق تخويف الأعلاميين في ظروف الأزمة المستفحلة اللي قاد تعيش فيها تونس على خاطر يعني البارحة قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية أذنى بالاحتفاظ بصالح أعطية بعد ما سمعته الفرقة المركزية للحرس الوطني في العوينة وجهت له الإتهام التالي ركزوا فيهم لي الإتهام هو الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسالب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلع بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات وبتبيعه هو تمسك بالمرسومة 15 محبش يعطي المصادر مش أول مرة الحقيقة تصير الإيقافات مع صحفيين تتفكروا مع مراسل إذاعة موزاييك وإلى بعض الأسماء الأخرى ولكن على الأقل كان قضاء مدني المرة هذه بما أن نحكي هو على الجيش الوطني والقيد الأعلى للقوية المسلحة تصريح خطيل فتحل القضية تحلت في القضاء العسكر نجي وتوى للقيادات النهضوية يعني وإلى تليف الكرامة شنو قالوا على صالح عاطية والقضية متاعه نبدأ وسعه بسيف الدين مخلوف سيف الدين مخلوف كتب تدوينه على صفحته الرسمية صفحته فيريفيه على الفيسبوك قال الصحفي يحميه المرسوم 115 وصحفي ينقل ما يبلغ من أخبار ومن كواليس ولا يمكن تتبعه من أجل عمله أمام القضاء العسكري تحت أي عنوان كان بهذه سمير رادل نلقاه القيدي في النهضة صهر رجل الغنوشي اللي هو رفيق عبد السلام يقول في عوض ما نحكيه على مضمون التصريح قاد لا نحكيه في الشكل حسب رأيه هو بتبعية الحال كلماذا يقوله أولا يقول كان من الأحرى والأولى تركيز النظر على مضمون الرسالة قبل كل شيء فبدل تعقب صلحة طيا من العسكر والمطالبة بكشف مصادر كان من الأولى التثبت من المضمون الذي بثه في قناة الجزيرة ابن خلدون لديه قاعدة ذهبية في تمحيس الأخبار والمرويات اسمها مدى مطابقة الخبر للواقع بديلا عن الاستغراق في سند الرواية وهي قاعدة تسري اليوم على المشهد السياسي التونسي وما يفيد به من أخبار وتسريبات الواقع يقول أن مذاكره صلحاتية لا يدخل في بيب عجائب الأخبار بل هذا ما جرت به الأحوال والأقدار في أرض تونس المحروسة قد فعلها قيس سعيد بغلق البرلمان باستخدام الجيش ونشر الدبابات في الأمس القريب ومن الذي يمنعه اليوم من استخدام الجيش مرة أخرى لإغلق مقرات الاتحاد وغيره من فعلها مرة أولى فلما لا يفعلها مرة ثانية وثالثة ورابعة وقبل هذا وبعده فإن إخضاع صحفي للقضاء العسكري لمجرد ممارسة مهامه الصحفية والتكتم على مصادره هو في حد ذاته فضيحة لتونس ومعرة على حاكمها إلى غير ذلك من النعوت من حبش نعودها يقول وجيشها المفترض فيه الحياد والاكتفاء بالدفاع عن حياد الوطن لترجمة نانسي قنقر